دنوات ليست بقليلة ومزارع ديربلوت غرب سلفيت يعانون من جدار الضم والتوسع الذي سلب آلاف الدنوات من أراضيهم عدا عن المخاطر التي يتعرضون لها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم عند دخولهم إلى حقولهم للعمل فيها نحن مدام نتالب أنهم يشهلون هنا نقعد ويجوا يصيروا تخوهم للماذا نتالب زارعين نحن نطعب ونشك أصلا ديربلوت مثال حي لما يحدث على أرض محافظة سلفيت من استعار للاستيطان عليها شرقها كغربها لا تختلف سوى الطريقة التي يستخدمها الاحتلال لتهجير المواطنين عن أرضهم ومنعهم من التواجد فيها أنا أرض وراء الجدار وأجوا خذوها كل ما بدنا نيجي هنا نعمر في هذه الأرضيات بيجوا بكفوا عندها استياجوا بطبوا عنا طخ بكنا نعمر ما شفنا الجب الجاي شو روحوا ييجي ويروحوا ييجي وشو نمنع الأرض طبوا طخ صوت كنابل غاز ارصاص ونمنع الأرض والأولاد راحوا يصرخوا ويعيطوا وينطوا نط ما يتعرض له مزارع البلدة هو جزء من سياسة ممنجة يتبع الاحتلال لفرض وقائع على الأرض من خلال التضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليها محاولات عديدة لاقتلاع المواطنين من أرضهم كانت البداية مع هذا الجدار الذي سلب مساحات واسعة منها وما زال الاحتلال يواصل حربه للسيطرة عليها من أراضي بلدة ديربلوت محمد اشتي تلفزيون فلسطين